كلما دخلت حكومة لعنت اختها وهكذا كلما تسلطت حكومة على العراقيين كشفت فسادة التي سبقتها لتبدأ هي الاخرى صفحة جديدة من الفساد الذي تجاوز فيروس كورونا في سرعة انتشاره وتمكنه في جميع مفاصل الدولة مصطفى الكاظم بحكومته الجديدة قدم الوعود بمحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين لكن يبدو انه لم وليتمكن من محاسبة اي فاسد حكومي بحسب ما اكده النائب امجد العقاب عن كتلة سائرون الفساد في العراق اصبح له سوقه ومكاتبه ورواده ويبدأ المزاد والصفقات من رأس الهرم ببيع المناصب والوزارات ثم الى المكاتب الاقتصادية للاحزاب والميليشيات التي نهبت الموصل على حد وصف النائب السابق محمد نور العبد ربا ثم الى مصارف الدولة التي باتت بابا لتهريب العملة الاجنبية الى خارج البلاد ثم الى الفساد المستشري في المعابر الحدودية التي يذهب تسعون في المائة من عائداتها الى الفاسدين بحسب النائب مجد التميمي التي اكدت ايضا تزوير مائة واربعة وسبعين الف عقار للدولة وتحويلها الى اسماء افراد فضلا عن فقدان نحو اربعمائة سجل ملكية مجلس النواب الذي يفترض فيه ان يكون ممثلا عن الشعب يصرف نحو نصف مليار دينار شهريا كقرطاسية للنواب في الوقت الذي تلجأ الحكومة فيه الى الاقتراض والاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين فضلا عما كشفته لجنة الاقتصاد النيابية من وجود ثلاثين مليار دولار مجمدة لفاسدين خارج العراق مؤكدة عدم اتخاذ اي اجراء بهذا الشأن قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين تحدث عن نوع اخر من الفساد في منظومة الامن والقضاء حيث كشف عن اعتقال اكثر من احد عشر الف مواطن في العراق خلال شهر ايار الماضي ومن هنا لك ان تتخيل حجم الفساد الذي تشترك فيه السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية اما مركز جينيف الدولي للعدالة فقد دعا الى اجراء تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان في العراق وان تحقيقات اللجان الحكومية لن تجدي نفعا طالما انها تقع تحت هيمنة الاحزاب المتنفذة وجود ارادات سياسية فاسدة تعرقل فتح ملفات الفساد ضد كبار المسؤولين المتورطين وتواطئ المجتمع الدولي بالسكوت عما يجري في العراق يجعله يغرق في بحر من الازمات التي لا تنتهي